اشتركوا في القناة والمؤشرات ليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من يناير من العام الفين وثلاثة وعشرين وبرعاية الوسيطة الأمثل والأفضل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء قبل أن نبتدأ فقرة التحليل الفني نذكر بأهم البيانات الاقتصادية خلال اليوم ولا تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا بيانات هامة على الجنيل الاسترليني تصدر في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة وهو معدل الدخل متضمن العلاوات ومعدل التغير في البطالة ومن ثم في ذات التوقيت على اليورو يصدر مؤشر أسعار المستهلكين الألماني وفي تمام الساعة الواحدة مساء بتوقيت مكة المكرمة يصدر مؤشر زو لمعنويات الاقتصاد الألماني وفي تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة على الدولار الكندي يصدر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إذن أخواني لعزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار ونلاحظ أن مؤشر الدولار الأمريكي ولا يزال يتداول في ظل القناة الرئيسية الهابطة ولا تزال هناك تداولات تتمحور حول مستوى المئة واثنين وهناك بعض من المحاولات لمؤشر الدولار الأمريكي لبناء موجة تصحيحية صاعدة أعلى المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم وإذا نجحت الأسعار بالتماسك أعلى مستوى المئة واثنين قد نشاهد محاولات لبناء مراكز تصحيحية على إثرها قد يصعد الدولار الأمريكي ويتنفس بعض الشيء مقابل العملات المختلفة وقد يلامس مستوى المئة وثلاثة فاصلة خمسمائة خلال التداولات القادمة وكتصحيحات وحركة صحية للأسعار ولن نشاهد انهيار قادم للدولار الأمريكي ودخول الدولار الأمريكي إلى الضعف مجددا إلا بكسر مستوى المئة واثنين إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ولا تزال التداولات تتمحور أعلى الابتريند لاين في ظل تداولات إيجابية ولكن حتى اللحظة وردا على محاولات تصحيح مؤشر الدولار الأمريكي نشاهد زوج اليورو دولار بيعية تصحيحية أدنى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم يذا استمرت التداولات أدنى مستوى الـ 1.09000 قد نشاهد خلق بعض من التصحيحات الذي قد تستهدف مستوى الـ 1.07000 و 1.06000 خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا التصحيح ويستعنف الزوج التداولات الإيجابية إلا باختراق مستوى الـ 1.09000 خلال التداولات القادمة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوند دولار ونشاهد أخواني العزاء أن زوج الباوند دولار هو الآخر لا يزال يتداول في الظل القناة الرئيسية الصاعدة بتداولات إيجابية على مستوى الواحد فاصل عشرون ألف ولكن حتى اللحظة نشاهد الدولار الأمريكي يحاول أن يصحح ويستغل قوة مؤشره الذي حققه خلال التداولات السابقة وإذا نجحت الأسعار بالتداول دون مستوى الواحد فاصل ثلاثة وعشرون ألف ومئة وخمسون واستمرت التداولات ببناء مراكز بيعية دون متوسط لم تحرك لمدة خمسة وخمسون يوم حينها قد نشاهد خلق موجة صحيحية للدولار الأمريكي قد تهبط بالأسعار إلى مستوى الواحد فاصل عشرون ألف وخمسمائة وواحد فاصل عشرون ألف خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو التصحيحي الهابط إلا باختراق مستوى الواحد فاصل ثلاثة وعشرون ألف ومئة وخمسون إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباونديا الملقب بالمجنون ونشاهد حتى اللحظة الزوج لا يزال يتداول في ظل السيناريو السلبي الهابط أدنى داون تريند لاين وحتى اللحظة استمرارية التداولات أدنى مستوى الـ 158 لا تزال تنوح بالتداولات السلبية خلال التداولات القادمة والذي تستهدف مستوى الـ 154.552 ولم يلغى هذا السيناريو السلبي الهابط إلا باختراق مستوى الـ 158 وعودة التداولات الإيجابية أعلىها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد التداولات تعود مجددا دون مستوى الـ 0.70 ألف وفي حال استمرت التداولات أدنى الـ 0.70 ألف قد نشاهد بعض من التصحيحات التي قد تستهدف مستوى الـ 0.8 و60 ألف وخمسمائة خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو التصحيحي الهابط إلا باختراق مستوى الـ 0.70 ألف والثبات أعلىها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني ولا يزال السيناريو السلبي هو المسيطر على الموقف وحتى اللحظة إذا نجحت الأسعار بالتماسك أعلى مستوى الـ 107 وعشرون ين مقابل الدولار الواحد قد تخلق فرصة تصحيحية أو موجة تصحيحية صاعدة بالأحرى تستهدف مستوى الـ 131.500 خلال التداولات القادمة قد يستغلها الدولار الأمريكي في حال تمكن مؤشر الدولار الأمريكي من خلق موجته والتصحيحية الصاعدة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل ليرا التركيا ولا يزال السيناريو الإيجابي هو المسيطر على الموقف واستمرارية التداولات أعلى 18 ليرا ونصف لا تزال تضع السيناريو الإيجابي هو سيد الموقف والذي تنتظر أهدافه بالقرب من مستويات 18.90 و19 ليرا مقابل الدولار الواحد خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد البيتكوين لا يزال يحارب خلال التداولات السابقة حول منطقة المقاومة نقطة البايفيت الماثلة عن مستوى الواحد وعشرون ألف وستمائة دولار البيتكوين الواحدة والذي إذا نجح باختراقها سوف نشاهد وعشرون ألف دولار وتعويض بعض من الخسائر السابقة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الريبل لا يزال يقاتل محافظا على الزخم الإيجابي الصاعد وذلك باستمرارية التداولات أعلى مستوى 38 سنت وإذا نجحت الأسعار بتكوين نموذج ارتدادي صاعد أعلى 38 سنت قد نشاهد تفوق السيناريو الإيجابي والعودة لاستعادة الزخم الصاعد الذي قد يستهدف 45 سنت على الشورت تيرم ولن يلغى هذا السيناريو إلا بكسف مستوى 38 سنت وعودة التداولات أدناها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ونشاهد أخواني العزاء أن ملك الملاذات الآمنة الذهب لا يزال يتداول في الظل قناته الرئيسية الصاعدة حتى اللحظة وإذا نجحت الأسعار بالحفاظ على التداولات أعلى مستوى 1890 دولار مقابل الأنصة الواحدة قد يستمر السيناريو الإيجابي المرجح للذهب حتى اللحظة لاستهداف مستوى 1940 دولار للأنصة الواحدة وقد نشاهد مستوى 2000 دولار للأنصة الواحدة خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي لملك الملاذات الآمنة الذهب على الشورت تيرم إلا بكسف مستوى 1890 دولار المقابل الأنصة الواحدة إذن أخواني لعزا ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد النفط الخام حتى اللحظة لا يزال يحاول التمرد على المسار السلبي الهابط الرئيسي وحتى اللحظة إذا نجحت التداولات لأسعار النفط الخام أعلى مستوى 78 دولار مقابل البرميل الواحد قد نشاهد العودة لمحاولات تكوين الترند الفرعي الصاعد الذي يستهدف 82 دولار و88 دولار ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي الصاعد إلا بكسر مستوى 78 دولار مقابل البرميل الواحد وعودة التداولات أدنى إذن أخواني لعزا ننتقل إلى تحليل الفضة ونشاهد الفضة حتى اللحظة لا يزال يتمسك بالزخم الإيجابي مدعوما بالعديد من المؤيدات الإيجابية وعلى رأسها استمرارية التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأعلى الاستمرارية التداولات أعلى مستوى 24 وهو الدعم الرئيسي للفضة لا يزال يرجح السيناريو الإيجابي الذي استحدف 25 و26 خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو إلا بكسر مستوى 24 والتداول دونها إذن أخواني لعزا ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ولا يزال الغاز الطبيعي يعاني حتى اللحظة التداولات السلبية ولكن لن نشاهد المزيد من الاستنزاف والخسائر للغاز الطبيعي إلا بكسر مستوى 3.30 حيث أن كسرها سوف يؤدي إلى استئناف الضغوط البيعية واستهداف 2.62 خلال التداولات القادمة ولن يستطيع الغاز الطبيعي أن يتحرر من الضغوط البيعية إلا باختراق مستوى الأربعة والثبات أعلىها إذن أخواني لعزا ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز بثباته أعلى مستوى 3.750 والثبات أعلى الأب تريند لاين يحقق المزيد من المكاسب مقتربا من الهدف الأول المنتظر عن مستوى 34.700 والذي باختراقه سوف يواصل المكاسب ليحقق مستوى 36.000 على المدى المتوسط وشرط استمرارية النظرة الإيجابية لمؤشر الداو جونز هو الثبات أعلى مستوى 33.750 إذن أخواني لعزا ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أنبورز SB500 ونشاهد المرة الثالثة على التوالي لا يزال الـ SB500 يتمحور ويحوم حول مستوى الأربعة آلاف والذي يلتحم معه منطقة المقاومة الهامة والداون تريند لاين للقناة الرئيسية الهابطة حيث أن اختراقها سوف يؤدي إلى تكوين فصل جديد ومسار صاعد جديد يستهدف الـ 4.225 كهدف أول خلال التداولات متوسطة الأجل ولن يستطيع الـ SB500 أن يتحرر من الضغوط البيعية ومن شبح الهبوط إلا باختراق مستوى الأربعة آلاف والثبات أعلىها إذن أخواني لعزا ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني ونشاهد أن مؤشر الداكس لا يزال يسيطر على الزخم الإيجابي مقتربا من منطقة المقاوم ماثل عن مستوى 15300 والذي إذا نجح باختراقها سوف نشاهد انتداد المكاسب لتستهدف مستوى 15850 خلال التداولات القادمة وشرط استمراري الترجيح النظرة الإيجابية هو الحفاظ على التداولات أعلى مستوى الأربعة 1800 إذن أخواني لعزا ننتقل إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي ونشاهد مؤشر الكاك ينجح بالسيطرة على الزخم الإيجابي مستعيدا الزخم الذي يستهدف مستوى 7250 على الشورت تيرم وعلى اللونغ تيرم قد نشاهد مستوى 7550 ولن يلغى هذا السيناريو إلا بعودة التداولات دون السبعة آلاف إذن أخواني لعزا ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونشاهد مؤشر النازدك لا يزال ينجح بتحقيق المكاسب متجها نحو الهدف الأولي المنتظر عند مستوى 11900 والذي إذا نجح باختراقه سوف ينجح بالتحرر من الضغوط البيعية وتكوين تريند فرعي صاعد يستهدف مستوى 12600 وحتى اللحظة نرجح السيناريو الإيجابي طوالما أن الأسعار تتداول أعلى مستوى 11150 إذن أخواني لعزائلة هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا مني طيبة تحيات وفي أمان الله